بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم آية عظيمة في القرآن نقرأها كثيرا ولكن ربما نادرا ما نتفكر في عظمة هذه الكلمات وعظمة الكشوفات العلمية التي منى الله بها على البشر لنفهم القرآن أكثر الحقيقة مد أو مدد فيها معنى الحركة يعني مثلا نحن نقول أيها الأحبة وظل ممدود الظل يتحرك ويمتد نتيجة حركة الشمس يعني إذا وضعنا عصى مثلا خلال النهار فكلما تحركت الشمس يختلف طول هذا الظل فالظل يمتد ألم ترى إلى ربك كيف مدى الظلة مدى يعني حركة بمعنى حركة طيب الله تبارك وتعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر إذن هناك حركة للماء مد إمدادات الإمدادات التي تأتي فإذن كلمة مدى تعطي معنى الحركة الله تعالى يقول في قصة سيدنا سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال ملكة سبأ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فلما جاءته هذه الهدية قال أتمدونني بمال إذن كلمة مدى أنا هذه الآيات جئت بها لأثبت لكم أيها الأحبة أن المد تتضمن معنى الحركة يعني تقول لشخص أمدد يدك يعني حرك يدك حرك يدك باتجاه معين تقول له أمدد أو مد طبعا آيات كثيرة أمدكم بأنعام وبنين ألم تر إلى ربك كيف مد الظلة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد يعني هناك حركة أنا طبعا ضربت هذه الأمثلة لنصل إلى الآية الكريمة والأرض مددناها كيف مددناها يعني نريد أن نفهم كيف للأرض أن تتحرك والقرآن يميز بين الأرض والجبال الأرض يقصد الألواح الأرضية والجبال التي هي مناطق التحام هذه الألواح الأرضية كما تعلمون أيها الأحبة تشكلت السلاسل الجبلية التي نعرفها قبل عشرات الملايين من السنين نتيجة التقاء هذه الألواح عبر ملايين السنين فأنشأت هذه الجبال على أطراف هذه الألواح الأرضية والأرض مددناها أي حركناها وألقينا فيها رواسية وألقينا فيها رواسية يعني نتيجة حركة الأرض ومد الأرض ظهرت هذه الرواسي أي الجبال التي لها جذور عميقة وأنبتنا فيها من كل شيء وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج طبعا أيها الأحبة هناك آيات في القرآن أيضا تشير إلى هذا المعنى يعني الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجر والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وفي سورة الرعد وهو الذي مد الأرض مد حركة يعني وجعل فيها رواسية لاحظوا دائما أو غالبا يعني عندما يكون الحديث عن مد الأرض يأتي الحديث عن ماذا عن الرواسي نشوء الجبال كأن هناك علاقة بين التحريك هذه القشرة الأرضية أو الألواح الأرضية وبين نشوء الجبال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارا أنهارا نشأت بعد ذلك نعلم ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون طيب أنا لدي هنا فيلم فيديو الحقيقة قام به يعني أحد العلماء هذا الفيلم عبارة عن محاكاة لحركة ألواح الأرض عبر مئات الملايين من السنين انظروا معي أيها الأحبة سنتأمل الآن سنتأمل كيف تتحرك هذه الألواح الأرضية طبعا هنا هنا أيها الأحبة انظروا معي هذه صورة صورة طبعا مرسومة هنا للون الأخضر هو اليابسة واللون الأبيض هي البحار انظروا كيف تتحرك عبر ملايين السنين هذا الفيديو في أربعين ثانية يمثل أكثر من مليار سنة انظروا كيف تتحرك حتى ينتهي بتشكل القارات الأرضية انظروا أيها الأحبة الآن تشكلت القارات التي نعرفها بشكلها الحالي انظروا هذه هي سأعيد الآن هذا هو شكل العالم الذي نعرفه نحن قارة آسيا وأمريكا وأستراليا تظهر هنا طيب هذا ماذا رأينا الآن رأينا أن الألواح الأرضية تتحرك وتلتحم مع بعضها وتشكل سلاسل جبلية طبعا عبر مئات الملايين من السنين الحركة مستمرة ولازالت حتى الآن يعني الآن الحركة مستمرة على أطراف هذه الألواح كما رأينا تتشكل الجبال فالجبال أيها الأحبة تمر باستمرار منذ أن نشأت هذه السلاسل الجبلية قبل 50-60 مليون سنة وهي تتحرك حركة خفيفة بمعدل سنتيمتر كل سنة سنتيمتر أو أكثر بقليل كل سنة ولكن على مدى مليارات السنين نرى هذا المشهد أن الحركة عنيفة جدا عبر مئات الملايين من السنين هذه الجبال أشار القرآن إلى حركتها دققوا معي أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى في سورة النمل قال عز وجل وترى الجبال سورة النمل سورة مكية نزلت بمكة المكرمة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الحركة متى تظهر عبر مئات الملايين من السنين نستطيع أن نرى الحركة أو قدر لنا أن نعيش مليارات السنين ونظرنا إلى الأرض سوف نرى هذه الحركة لذلك الذي يحدثنا عن مرور الجبال هو الذي يرى الجبال يراها من الأعلى سبحانه وتعالى وهو الذي خلق هذه الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الله سبحانه وتعالى الذي أنبأك أيها الملحد أيها المشكك هذا الإله الذي أنبأك عن الحركة الخفية للجبال وهي تمر مر السحاب وأنبأك عن حركة ألواح الأرض وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيه يعني بالله عليكم النبي عليه الصلاة والسلام لديه قدرة في ذلك الوقت أن يتحدث عن امتداد هذه الألواح الأرضية وحركتها وتشكل الرواسي أي الجبال ربط بين حركة الألواح الأرضية وبين تشكل الرواسي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج طيب هذا النبي الكريم في مكة المكرمة هذه آيات معظمها نزل في مكة هذا النبي الكريم كان متفرغا للحديث عن حركة ألواح الأرض وتشكل الجبال في ذلك الوقت والله حتى يعني لو فرضنا لو فرضنا جدلا أن هذا النبي جاء بمثل هذا العالم يا أخي استحق أن يحترم لماذا تهاجم هذا النبي الكريم لماذا تعملون على تشويه صورته صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤذي أحدا ولم يعني هو يريد الخير للناس كافة انظروا إلى تعاليم هذا النبي الكريم كلها تأمر بالعدل تأمر بالإحسان تأمر بالمحبة تأمر بي تريد الصحة والسعادة لكل البشر طبعا لذلك أيها الأحبة أنا أعتبر هذه الآية من آيات الإعجاز العلم التي تحدثنا عن حركة الجبال أولا وحركة الألواح الأرضية عبر مليارات السنين وآية من آيات الخالق ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى عندما نرى مثل هذه الآيات قال سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر